أهلاً وسهلاً بكم في صف الرسم للأمهات اليوم سنتعرف على الألوان أولاً سننظر في العناصر السلاسة الأساسية لللون بعد ذلك سيكون لديك الوقت لتتعلم وتختبر ما تشعر به كل شخص منكم حيال الألوان كيف يمكنك التعبير عن مشاعرك من خلال الألوان هناك سلاسة عناصر في اللون وهي الصبغة والقيمة والتشبه اسمحوا لي أن أشرح بإجاز كل واحدة الرقم واحد هو اللون هذه الألوان يمكننا رؤيتها بسهولة من حولنا أنت معتاد على هذه الألوان أيضاً أليس كذلك؟ ماذا عن هذه الألوان؟ هناك مجموعة متنوعة من الألوان أقصر من السابقة أليس كذلك؟ هناك أحمر داكن أحمر فاتح برتقالي داكن برتقالي فاتح أصفر داكن وأصفر فاتح بوجود ألوان داكنة وفاتحة معاً مثل هذا يمكننا رؤية ألوان أكثر تنوعاً من ذي قبل ماذا عن هذا؟ هناك ألوان أكثر هنا من الشريحة السابقة أليس كذلك؟ يحتوي الجزء الخارجي من الدائرة على الألوان الداكنة ومع انتقاله إلى الداخل تصبح الألوان أفتح تدريجياً ثم ماذا عن هذا؟ حتى الآن تم فصل الألوان بانتظام واحدة تلو الأخرى ولكن هنا يمكنك أن ترى أن عدداً لا يحصى من الألوان متصل ومدمج في لون واحد في دائرة كما ترى يوجد عدد لا يحصى من الألوان المختلفة وليس فقط بعض الألوان المألوفة لك دهونا نلقي نظرة على صورة الأشجار هذه يبدو أن رؤية هذه الأشجار الصيفية ذات الأوراق الخضراء المورقة تطهر قلبي هل تبدو جميع الأوراق في الصور الأربعة خضراء؟ بالطبع جميعها خضراء لكن من الصعب استنتاج أن جميعها ذات لون أخضر واحد إذا نظرت عن كسب يمكنك أن ترى أن هناك لون أخضر مصفراً فاتحاً ولون أخضر فاتح ولون آخر داكن لذلك هناك الكثير من درجات اللون الأخضر أثناء نزهة في الخارج لا تمر بالأشجار فحصل بل راقب كيف تبدو الألوان مختلفة؟ دعونا نلقي نظرة على بعض صور البحار كلها بحار لكن هل يمكننا القول أن لون كل بحر هو نفسه تماماً؟ في الواقع مياه البحر بحد ذاتها ماء لذلك ليس لها لون إذن ما الذي يجعل البحر له عدة ألوان مختلفة؟ من الصور الأربعة يمكنك أن ترى أن اللون يتغير بطرق مختلفة حسب الطقس والوقت من اليوم كيف يبدو البحر عند شروق الشمس في فترة ما بعد الظهر؟ عندما تغرب الشمس وفي الليل مختلفان تماماً مثل هذا يمكنك أن تشعر بالكثير من الألوان المختلفة اعتمادنا على الضوء حتى الآن نظرنا إلى اللون هو أحد العناصر السلاسة لللون بعد ذلك سأتحدث عن القيمة بعبارات بسيطة تشير القيمة إلى درجة الإضاءة والظلام إذا نظرت إلى هذا الشريط الطويل يمكنك أن ترى أنه يصبح أكثر سطوعاً كلما تقدمت إلى اليمين اللون الأبيض في أقصى اليسار له أعلى قيمة على العكس من ذلك يمكنك أن ترى أنه يصبح أكثر قتامة كلما تقدمت إلى اليمين اللون الأسود في أقصى اليمين له أقل قيمة ستفهم بشكل أفضل إذا نظرت إلى هذه الصورة أثناء الاستماع إلى الشرح كلاهما مناظر طبيعية مع ضوء الشمس سيكون الجزء الذي يحصل على أكبر قدر من ضوء الشمس أكثر سطوعاً وجزء الذي لا يحصل على الكثير من ضوء الشمس سيكون له ظلال وسيكون مظلماً أليس كذلك؟ إذا نظرت إلى الصورة يمكنك بسهولة رؤية التباين بين المناطق الفاتحة والمظلم لذلك يمكننا القول أن الأشياء الساطعة لأنها تتلقى الكثير من الضوء لها قيمة عالية والأشياء المظلمة لأنها لا تتلقى الضوء لها قيمة منخفضة هاتاني لوحتان من فنان أمريكي مشهور كما ترى يدخل ضوء الشمس من خلال الباب والنوافذ فتكون المنطقة التي تستقبل الضوء ساطعة وداخل الغرفة التي لا يصل إليها الضوء مظلمة أليس كذلك؟ كما كان من قبل يمكن القول أن الجزء الساطع الذي يستقبل الكثير من الضوء له قيمة عالية والجزء المظلم لأنه لا يتلقى الضوء له قيمة منخفضة الأمر ليس بهذه الصعوبة أليس كذلك؟ التشبع هو آخر العناصر السلاسة للون بعبارات بسيطة يشير التشبع إلى درجة الشدة إذا نظرت إلى هذا فإن الألوان مرتبة في سطرين يمكنك أن ترى أن الألوان الخمسة في الصف العلوي زاهية وواضحة جدا على العكس من ذلك فإن الألوان الخمسة الموجودة في الصف السفلي باهتة وقاتمة مقارنة بما سبق أليس كذلك؟ يقال أن اللون الغير زاهي له تشبع منخفض سأشرحها بسهولة باستخدام صور الظهور كما ترى هناك العديد من الأزهار المختلفة بألوان واضحة وحيوية أليس كذلك؟ يمكننا أن نرى أن اللون الأكثر أشراقا يظهر عندما تتفتح الظهر بالكامل يقال أنه كلما كان اللون أكثر أشراقا زاد التشبع على العكس ماذا عن هذه الظهور؟ يمكنك أن ترى أن هناك اختلاف كبير عن الصور السابقة عندما تزبل الأزهار فإنها تصبح باهتة تختلف عن الألوان الزاهية التي تراها عندما تتفتح بشكل جميل يقال أنه كلما كان اللون أقل أشراقا انخفض التشبع دعونا نقارن الفواكه والمكسرات هذه المرة إذا نظرت إلى الصورة أعلى يمكنك أن ترى أن الخضارة والفواكه الطازجة جدا كلما كان اللون أعزب كان اللون أكثر وضوحا أليس كذلك؟ يقال أن هذه لديها تشبع عالي من ناحية أخرى إذا نظرت إلى الصور أدنى يمكنك رؤية مجموعة متنوعة من المكسرات والتوت المجفف على عكس ما سبق فهي ليست حية ولكنها مملة أليس كذلك؟ يقال أن هذه لديها تشبع منخفض دعونا نقارن الملابس هذه المرة إذا نظرت إلى الصورة أعلى يمكنك أن ترى أن ألوان تلك الملابس زاهية للغاية لذلك يمكننا القول أن لديها تشبع عالي إذا نظرت إلى الصورة أدنى فهذه الملابس ليس لها ألوان زاهية أليس كذلك؟ لذلك يمكننا القول أن لديها تشبع منخفض أخيرا دعنا نقارن بعض المشاهد في الصورة أعلى يمكنك أن ترى مناظر طبيعية مليئة بحقول الزهور الألوان زاهية ونابضة بالحياة أليس كذلك؟ لذلك هم يبدون أكثر جمالا يمكن القول أن شيئا كهذا له تشبع عالي من ناحية أخرى في الصور أدنى يمكنك رؤية مناظر ممترة عندما تمتر يصبح التقصى غائما وتظلم السماء وترى مناظر طبيعية غائمة مثل ما يلي أليس كذلك؟ يمكن القول أن شيئا كهذا له تشبع منخفض كيف وجدته؟ كان من السهل فهمه مقارنة باستخدام الصور أليس كذلك؟ لذلك لقد شرحت العناصر السلاسة للون ببعض الصور لم يكن الأمر صعبا أليس كذلك؟ ما هو اللون والقيمة والتشبع الذي تفضله؟ قد يحب الجميع ألوان مختلفة ذلك لأن كل واحد منا لديه مشاعر وذكريات وعواطف مختلفة مرتبطة بألوان مختلفة الآن سيكون لدينا بعض الوقت لمعرفة ما يشعر به كل واحد منكم حيال الألوان إذا نظرت إلى الصور التالية ستجد كلمات عاطفية مكتوبة على اليسار والألوان مرتبة على اليمين ستنظر إلى الكلمات العاطفية والألوان وتربطها ببعضها يمكنك التفكير في العاطفة أولا ثم ربط اللون الذي يتبادر إلى زهنك أو العكس يمكنك أولا إلقاء نظرة على اللون ثم ربطه بالعاطفة التي تتبادر إلى زهنك يمكنك ربط عاطفة واحدة بلون واحد أو يمكنك ربط اثنين أو ثلاثة من المشاعر بلون واحد الآن أوقفوا الفيديو مؤقتا وأبدأوا بالنشاط هل قمتم بتوصيلهم جميعا؟ كما ترى يعد اللون وسيلة جيدة جدا للتعبير عن المشاعر آملوا من الآن فصاعدا أن تعبر بحرية عن المشاعر المختلفة التي تشعر بها عند الرسم الآن سأشرح النشاط استخدم ورقة A4 وقم بتلوين الجزء الأوسط من الورقة باستخدام لون واحد بعد ذلك سنفعل ما يسمى بالخريطة الزهنية تعني الخريطة الزهنية خريطة العقل نكتب موضوعا واحدا في المنتصف ونكتب بحرية كل ما يتبادر إلى أزهاننا اليوم سنكتب ما يتبادر إلى أزهاننا بموضوع اللون كما ترون اخترت اللون الأحمر وكتبت بحرية الموضوعات أو الصور أو الزكريات أو المشاعر التي تتبادر إلى ذهن من هذا القبيل سنختار لونا واحدا وتنشئ الخريطة الزهنية كما أخبرتك سابقا لأن كل واحدا مننا لديه أفكار ذكريات ومشاعر مختلفة حول الألوان سيكتب الجميع شيئا مختلفا الآن أوقف الفيديو مؤقتا انشئ خريطة ذهنية للألوان الخاصة بك هل انتهيت؟ ثم سأشرح النشاط الأخير إن كانت لديك أي ذكريات أو عاطفة تريد التعبير عنها من بين الأشياء التي كتبتها على الخريطة الزهنية يمكنك التعبير عنها بصور اسمح لي أن أشرحها بمثال أحد الأشياء التي خطرت ببالي عندما فكرت باللون الأحمر كان الحب الاستقرار والهدوء البحر بالوفا التركية كنيسة سوانغ الأفغانية محبة الله لا متناهية عميقة وواسعة وعالية الرحمة والرحمة كانت الأشياء التي كتبتها والمتعلقة بالحب عندما أنظر إلى البحر أشعر بالهدوء وأشعر بحب الله ربما لأنني أحب تلك الذكرى أعتقد أنني أريد رسم بحر جميل الآن انطلق وارسم صورتك السمينة باستخدام خريطتك الزهنية أتمنى أن تستمتع بالنشاط هذا كل ما يخص فصل اليوم شكرا لكم